السلام البناس كديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو دياليوم فيديو مختلف على جميع الفيديوهات اللي احطيت في هاد القناة ولكن عنده علاقة بتأخر الانجاب بطبيعة الحال هاد الاخت هادي حرية تيفي بطبيعة الحال كنوجه لها تحية خاصة من هاد المنبر ومن هاد القناة ديالي اللي كنعطي فيها الامل جميع السيدات المحرومات اللي باغين يجربوا كل ما هو طبيعي في عالم الوصفات الناجحة لسرعة حدود الحمل والانجاب وصلوا لي الفيديو الاكبر عدد من اللايكات باش يوصلها هاد الفيديو هادا لان فعلا يعني ممكن تستفد من هاد الفيديو ممكن نعطيها واحد المواسات من هاد الفيديو هادا لانها محتاجة بطبيعة الحال ككل سيدة محرومة محتاجة مثل هاد الدعم هادا من جميع القنوات اللي كيتحدثو على تأخر الانجاب بطبيعة الحال كنبغي نوجه لها تحية خاصة وكنقول لها بانني متبع القناة ديالها وتستمر في وضع الفيديوهات وتعيش الحياة ديالها بشكل طبيعي ومتيقش لان اليأس هو اللي كيخلي السيدة ما تكملش في المشوار ديالها بطبيعة الحال ان الطبيب يعني حتى فوجها واحد الخبر صادم وهي مشات بواحد التفاؤل وواحد الفرح باش يعني يكون عندها واحد الجنين اللي ينمو في الأحشاء ديالها واللي يكون منها بطبيعة الحال ومن الدم ديالها فإذا بها يعني كتصادم بواحد الخبر اللي هو وجهها كالصاعقة بانها لن تنجب بطبيعة الحال ان هذا الامر هذا غير مقبول بالمرة من هذا المنبر كنقول لك بان جميع الأطباء يجتمعوا على واحد الكلام فاربيه هو اللي غد يقول كلمة دياله ما يمكنش ان الطبيب يقول لك يعني الامر مستحيل والله كيقول كن فيكون فلا شيء مستحيل قدم الله وقدم القدرة دياله والعظمة دياله فذك شي باش ديما كنقول جميع الأخوات اللي كينتاظروا الدرية أنكم تصبروا وتصغفروا الله تكتروا من الدعاء والاستغفار تصليوا الصلاة في الأوقات ديالها وتشبتوا بالحلم ديالكم ولو كان مستحيل ولو يعني تسدات البيبان في الوجوه ديالكم يعني ولو جميع الأطباء اجتمعوا كيقولوا بأنه ما غدش تنجبي أو ما عندكش فرصة للإنجاب أو سيري يعني بلما تفكري أنك ترجعي للطبيب لأنك ما غدش تكوني أم بطبيعة الحال هذا الكلام هذا غير مقبول بالمرة جميع السيدات اللي مشوا عند هاد الأطباء هادو يغيروا الطبيب غيروا الأطباء لأن كل فكرة تختلف كل طبيب كيقول كل كلام دياله كل طبيب كيفاش كيشوف الحالة ديال المريض وكيفاش يعني كيوصف له هاد الدواء ممكن يكون في هادك المختبر اللي مشت له الأخت حرية ممكن يكون فيه خطأ يعني راه الخطأ كي وقع إحنا في الحياة وماشي معصومين من هاد الأخطأ هادي فحاولي أنك تغيري المختبر حاولي تعيدي التحاليل بما أنه يعني شاف الطبيب البويضة ديالك شاف بأنك يعني ما عندكش مشكل صحي مشكل عضوي فحاولي أنك تغيري هادك الطبيب أو هادك المختبر لأنه ممكن يكون خطأ في التحاليل أكيد أنني شافت الفيديو ديالك البارح وتأثرت كجميع السيدات تأثرت بالحالة ديالك لأنك فعلا كنت إمرأة مكافحة كنت يعني كتقلبي وكتبحت على الدرية كتمشي من الطبيب للطبيب وبطبيعة الحال ككل سيدة محرومة من الدرية كتمشي وكتدير بالأسباب ويعني ومخلتي تشي طبيب مخلتي تشي راقي دارلك الرقية وبقي ما جابش الله أكيد أنه في واحد الوقت تربيغي يحقق الحلم ديالك فما تيأسيش ما تفقديش الأمل لأنه مدم إحنا في هذه الحياة إلا وعندنا واحد الهدف منها يعني باغين نوصلوا لشي حاجة باغينها وبطبيعة الحال من لي يعني كتتحبطي وكتفشلي وكتقولي بأن الأمر مستحيل ويعني ما كتبقيش كتبعي وما كتبقيش يعني كتبحتي على الحلم ديالك فهنا هو اللي كان مشكل هناك تدخلي لواحد الحالة ديال الاكتئاب واحد الحالة ديال القلق اللي هي يعني غير صحية لا على الصحة ديالك لا على الجسم ديالك الهورمونات كذلك ممكن يتخربقوا وبطبيعة الحال ديري واحد يعني شوفي الناس سيدات اللي كان عندهم واحد تأخر في الإنجاب دام لسنوات ومن خلال قناة ديالي غتشوفي مجموعة من السيدات اللي عندهم تأخر في الإنجاب وفعلا ربي من اللي كيبغي الحاجة كن فيكون ربي كيرزق بدون مقابل يعني كيرزق الدرية لمن يشاء بطبيعة الحال وهذا الأمر هذا ممكن يكون يعني بطيلاء ممكن يعتبره كأنه بطيلاء من عند الله وممكن يعني يتأخر الإنجاب ديالك وتحملي فما يمكنش الطبيب يقول لك هذا الأمر مستحيل واحد الفكرة أخرى بغيت نوصل لك بأنه ما شقاع اللي عندهم أطفال سعداء في الحياة كين سيدات يعني تشفوا الأطفال ديالهم وماتوا يعني مباشرة بعد الولادة وهذا كراء أكبر ابتلاء يعني تشوفي الطفل ديالك وتحضنيه وتعيشي معه تسعة أشهر ومن بعد يتوفى بين الليلة وضحاها فهذا كيعني واحد الحزن شديد جدا كذلك كين سيدات تولدوا عندهم أطفال معاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكين القوا معهم صعوبة في الحياة اليومية كين كذلك سيدات تعرضوا الإجهادات متكررة فتكيدروا الإختبار كيفرحوا شهر شهرين من بعد كيسقط الجنين وكيعانيوا من هذا الإجهاد المتكرر بصفة متكررة بطبعة الحال أن هذا الأمر محزل للغاية يعني كين مجموعة من الأشياء اللي في الحياة دينا ما نوقفوش عليها ما نقولوش بأن سافر غيمة كينشي حاجة سافرحنا حطينا يدينا ويقولنا بأن الأمر مستحيل أو سافر الحياة ولت سوداء يعني في الأعين دينا أكيد أنه كين أشياء أخرى أشياء اللي خاصنا نعيش عليها يعني مثل الدعاء مثل الصلاة مثل تقرب إلى الله يعني الأشياء الدينية أكثر من الأشياء الدنيوية أكيد أن المال والبانون زينت الحياة الدنيا كيف ما ما كين يعني أشياء أخرى اللي كتجلب الفرح والسعادة مثل تقرب إلى الله مثل كثرة الاستغفار والدعاء تدرع إلى الله تقرب من خلال الصلاة في الأوقات ديالها يعني هذه الأشياء هذه ربما كتكون أكثر وأفضل بكثير لأننا يعني في هذه الحياة إحنا في واحد المسيرة اللي هي كتمر بواحد السرعة في واحد الحياة اللي هي عبارة عن تجارب عن معاناة عن عدة أشياء اللي إحنا ما عارفين هاش ما يمكنش توقف الحياة ديالنا على واحد الأمر اللي ربما مكتبوش لنا يعني الخير ما كتعرفيش فين كاين فهدي يعني كخلاصة لجميع السيدات اللي كيشاهدوا القناة ديالي وخاص كترجعي القناة ديالي وشوفي عدد المشاركات اللي تهم محرومات من الدرية يعني انتي ماشي بوحدك اللي محرومة من الدرية فأكيد كين مئات وآلاف أو بالملايين لمحرومات من الدرية ولي كين تضرب فارغ الصبر ويا رب ترزق كل محرومة درية صالحة إن شاء الله في القريب وتفرحونا جميع أكيد علش الله ومنهم هاد الأخت هادي اللي اترات في القصة ديالها وكذلك الفيديو ديالها كان مؤثر للغاية وكان عبر الجميع السيدات اللي ما زال كينتاظروا باش يعني تهم يحسوا بأن ماشي هما بوحدهم في هاد الموقف هذا والحمد لله نحمد الله على نعمة الصحة على مجموعة من نعم اللي اعطها لنا الله اللي احنا يعني كين بعض الأشخاص ما كين يتنعموش بدوك النعم اللي احنا عاطهم لنا الله فنحاولوا أننا نشوفوا الأشياء الإيجابية ونتخطى كل ما هو السلبي في هاد الحياة اللي هي عبارة عن امتحان فقط هي مسيرة يعني كين مجموعة من الأشياء اللي ممكن أنها تكون كتجلب السعادة لنا بطبيعة الحال ماشي كل شي كيعطيه لنا الله ممكن أن الله ياخد منك شي حاجة ويعتك أكتر منها فهذا شي هو اللي خاصتك تعرفي هاد الأخت هدي اللي هي الأخت دينا جميع يوتيبرز معروفة حورية تيفي كنوجه لها تحية من هاد المنبر ومكرتها شي يوصلها هاد الفيديو هذا بارتاجي وليا الفيديو على أوسع نطاق بشيوصلها إن شاء الله ويكون بمثابة مواساة لها لأنها في واحد الفترة عصيبة أكيد ذاك البكاء ديالها وذاك الدموع ديالها ره مرت بهم يعني وصلت لهم كانت في واحد الحالة نفسية اللي هي ضغوطة ومكتئبة بطبيعة الحال كانت منها أنها تسمع للفيديو ديالي وبطبيعة الحال كانت منها من جميع السيدات اللي بحال الحالة ديالها يتوجهوا لطبيب آخر يديروا بالأسباب شوفوا يعني الأخت نوارة ومهند كيفاش طبيب قال لهم مستحيل وربما يعني ما يحصلش عندكم الإنجاب وقلهم مستحيل يحصل عندكم الحمل وسبحان الله رب يرزقهم بواحد البنوتة اللي هي غزالة ما شاء الله لنور